عمرك ما أصبتي بالغرور؟ صراحة؟ بصي أصلاً لا أصبت بالغرور بس في فترة أنا صريحة بس في فترة قصيرة مش طويلة أعتقد أن أنا كنت الحمد لله الزكية بما فيك كفاية أن أنا فهمت أن الغرور ده بيودي في 60 دهار ده مقبرة الممثل تعالف يا يوسف شاهين قال لي كده قال الكلمة دي بالزبط قال لي لو حد ممثلة غر ده أخرته خلاص لأن أنت شغلتك أن أنت تبقي من الناس وشبه الناس فلو الغرور بيعزلك بيبعدك عن الناس بيخليكي في البرج العاجي بتاعك وبيخليكي لا يعني ده مش بيقولوا أي كلام وأنا أكبر من كده وأنا مش عارف إيه وأنا مش عارف إيه ففهمت بسرعة ويمكن ده بقى حسة سادسة مش عارفة إيه بس فهمت أنه لا 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 ما تروحيش هناك يا هند فاشتغلت على نفسي جامد وما كانش سهل أنا ما صدقش أي فنان أو أي حد بيتحط في السبوتلايت وما بيتغرش لفترة معينة فيه ناس بقى بتروح للآخر وفيه ناس بتعرف ترجع ترجمة نانسي قنقر